دليل القبول بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية إرشادات مهمة حول آلية وإجراءات القبول إدخال الرغبات خطوة مهمة في تقديم طلب القبول فيلظم التأني في ذلك حتى لا يؤدي ذلك إلى استبعاد الطالب من أحد التخصصات أو أحد الجامعات ونعمل إطلاع على المقطع التعريفي أولوية القبول بناء عن نسب الموزونة وضابط القبول وليس لتاريخ التقديم أثر على ذلك نأمل إدخال عدد أكبر من الرغبات مع الحرص على ترتيبها بصورة صحيحة فذلك يزيد فرص القبول بأحد التخصصات المختارة نأمل الحرص على حفظ الرغبات بعد إدخالها أو تعديلها أو بعد التحديث للبيانات خطوات التقديم للقبول في الجامعة بعد أداء الطالب الرغض في الالتحاق بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الإختبارات المطلوبة المعدة من قبل مركز الوطن للقياد وظهور نتائجه يتعين عليه اتباع الخطوات الآفية للتقديم الاطلاع على فرامج التقديم وشروط ومعيير القبول بالجامعة على موقع بوابة القبول الإلكتروني الموحد الدخول على صفحة رئيسية لبوابة القبول الإلكتروني الموحد للطلاب والطالبات وفقا للجدول الزمني المعلن تعبئة استمار الطلب الالتحاق إلى المدة القبول الموضحة بالجدول الزمني إدخال أكبر عرض من الرغبات مع التأخيد من ترتيب الرغبات بعناية واهتمام ذلك يزيد من فرص القبول حفظ الرغبات المدخلة قبل الانتقال من صفحة الرغبات عند إجراء أي تعديلات لاحقة على البيانات المدخلة الإطلاع رجد للزمني القبول الإلكتروني الموحد لمعرفة المعيد الخاصة بالتقديم على البوابة والمقابلة الشخصية للبرامج التي تتطلب ذلك وعلى النتائج وتأكيد القبول بعد انتهاء المدة المحددة للتقديم الإلكتروني سيتم القبول عن طريق المفاضلة بين المتقدمين تنافسيا وفق معايير القبول المعلنة وحسب ترتيب الرغبات وتوفير المقاعد وشرط القبول للكليات في الجامعة والكلية التقنية في منطقة الرياض بعد علا نتائج الفرز على الطالب الدقول على حسابه في موقع القبول الموحد وتأكيد رغبته في القبول في البرنامج المرشح فيه يجب الانتباه أن عدم تأكيد الرغبة يسقط حق الطالب أو الطالبة في الترشيح سلوط القبول في التقصصات المتاحة أن يكون المتقدم حاصلا على شهرة الثانوية العامة أو ما يعدلها من داخل المملكة أو من خارجها أن يحصل المتقدم على موافقة من مرجع بالدراسة إذا كان يعمل في أي جهة حكومية أو خاصة أن يكتاز بنجاح أي اختبار أو مقابلة شخصية يراها مجلس الجامعة أن يكون المتقدم للقبول في كلية الطب والتمريد من الخارج السنوية العامة لعظة العام المصارات المؤهلة للقبول في الكلية الصحية وتطبيقية هي المصارات الحديثة المصارات العام المصارات الصحة والحياة المصارات علوم الحاسب والهندفة المصارات إدارة الأعمال لكلية الأعمال المصارات القديمة المصارات العلم الطبيعية علمي الكلية التطبيقية ثانيا النسب القبول في تخصصات الباكاليريوس التخصصات النظرية كلية الشريعة واللغة العربية أصول الدين والدعوة العلوم الاجتماعية الإعلام والاتصال عدى Graphics والوسائط المتعددة نوع الاقتبار الشهادة السنوية النسبة 30% اختبار القدرات النسبة 30% الاقتبار التحصيلي النسبة 40% نسبة القبول في التخصصات البكالريوس التخصصات النظرية كلية اللغة والترجمة اختبار القدرات 30% الاقتبار التحصيلي 40% اختبار كفاية اللغة الإنجليزية ستيب لا تقرر الدرج نسب القابل في تقصصات البكالورييوس التقصص التطبيقية كليات علوم الحاسب والمعلومات الأعمال الولوم الهدسة قسم الجرافيكس والوسائط المتعددة في كلية الإعلام والاتصال نوع الإختبار الشهادة السنوية النسبة المركبة 30% اختبار القدرات 30% الاختبار التحصيلي 40% نسب القابل في تقصصات البكالوريوس التقصصات الصحية كلية الطم الشهادة السنوية النسبة المركبة 30% شرط أن لا يقل المعدل عن 30% اختبار القدرات 30% شرط أن لا يتقل الدرجة عن 80% الاقتبار التحصيلي 40% شرط أن لا تقل الدرجة عن 80% المقابلة الشخصية شرط أساس القبول من عدمه نسب القبول في تقصصات البكالريوس التقصصات الصحية كلية التمريض الشهادة السنوية 30% اختبار القدرات 30% اكتبار التحصيلي 40% المقابلة الشخصية سرط أساسي القبول من عدمه نسب القبول في تقصات الدبلوم بكلية تطبيقية التقصات النظرية دبلومات السياحة والسفر وإدارة الفعليات الشهادة السنوية 30% اختبار قدرة 30% لاكتبار التحصيلي 40% نسب القبول في تقصات الدبلوم بكلية تطبيقية التقصات التطبيقية دبلومات الأمن السبراني والمحاثرة والبارد البشرية تقنية البرمجة تقنية الشبكات المحاسبة والضرائب وإدارة الأعمال نوع الاختبار الشهادة الثانوية 30% اختبار القدرات 30% اختبار تحصيلي 40% آلية قبول الطلاب والطالبات سيكون قبول الطلاب عبر وابط قبول الإلكترون الموحد للجامعة الحكومية وقليات التقنية في منطقة الرياض عبر هذا الرابط سيفتح البوابة يوم السبت 24-12-445 هجريا سيكون قبول الطالبات عبر وابط قبول الإلكترون الموحد للجامعة الحكومية وقليات التقنية في منطقة الرياض عبر الرابط لتفتح القبول يوم الأحد 25 12 75 هجريا التقصت المتاحة الباكالوريوس العام الجامع 프로ميس nikrai القبول في التقصت النظرية التقصت المتاحة الباكالوريوس العام جامع الكلية الفصل الأول الثاني الثالث طلاب طالبات القبول في التخصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصص كيمياء رياضية تطبيقية إحصاء تطبيق الإلكتوارية ورياضية المالية كلية العلم والاتصال الـ Graphics والصات المتعددة علوم الحاسب والمعلومات علوم الحاسب نظر المعلومات تقنية المعلومات القبول في التخصصات تطبيقية الرياض الكلية التطبيقية